وللحديث عن فشل الاستثمارات في العراق والانتقادات الموجهة للحكومة والأحزاب السياسية ينضم إلينا عبر خدمة زوم من لندن الخبير والباحث والاقتصادي زياد الهاشمي حياكم الله أستاذ ذا زياد حياكم الله و سهلا أهلا بك أستاذ ذا زياد لجنة الاستثمار وتنمية النيابية تقول إن قانون الاستثمار في العراق لم يثمر أي نتائج إيجابية على أرض الواقع برأيك أين تكمن المشكلة؟ هل هي في القانون نفسه أم في البيئة الاستثمارية بشكل عام في العراق؟ نعم أشكركم جزيلا على هذه الاستضاة بالتأكيد المسألة لا تتعلق بصيغة القوانين ولا صيغة التشريعات المسألة تتعلق بشكل رئيسي بالبيئة الموجودة في البلد نظام الموجود نظام السياسي نظام الاقتصادي هذه كلها الحقيقة هي العوامل التي تساعد حتى المشرع وحتى صانع القرار الاقتصادي لدعم البيئة الاقتصادية التي ممكن أن تكون صحية مؤهلة لجذب الاستثمارات داخل البلد العراق اليوم بالوضع الذي نشوفه اليوم الحقيقة بعيد جدا عن هذه المعايير إذا نتكلم على المستثمر الخارجي والمستثمر الأجنبي عندما يحاول أن يدرس حالة العراق من كافة المناحي سواء السياسية الاقتصادية الأمنية الاجتماعية يجد أن هناك خللا كبيرا في هذه المسألة وبالتالي البيئة ليست مواتية للدخول بالاستثمارات والمخاطرة برأس المال في بلد يعاني من هذه الإشكالات هذا الكلام ربما نحن نقوله اليوم لكن الحقيقة أسمعك تفضل نعم لكن الحقيقة أن هناك مسألة أن هناك مؤسسات ومنظمات دولية الحقيقة درست حالة العراق ومنها الحقيقة هناك مؤشر الرفاهية الدولي هذا المؤشر أحد المؤشرات التي تستخدم المستثمرين أو المؤسسات الاستثمارية والبنوك الدولية الحقيقة لدراسة حالات الدول وضع هذا المؤشر وضع العراق في المرتبة 140 من ضمن 167 دولة تم قياس مستوى الرفاهية في هذه الدول الرفاهية لا تتعلق فقط بمسألة الرفاهية التي يعتاد الناس على فهم الحقيقة تتعلق باستقرار النظام السياسي استقرار النظام الاقتصادي هل هناك بنية تحتية مناسبة للاستثمار المستوى المعيشي للفرد هل هناك استقرار أمني هل هناك أمان هل هناك اقتصاد مستدام وغيرها من هذه العوامل هذه العوامل للأسف جميع هذه المؤشرات وهذه المعطيات لا تنطبق عليها المعايير داخل العراق هذا تصنيف العراق في المرتبة 140 هل يؤثر أيضا على مزاج المستثمرين وثيقتهم بجلب استثماراتهم بالعراق بالتأكيد أنا ذكرت لك كشركات استشارية عندما تأتي يأتي التجار أو الرجال للأعمال للشركات الاستثمارية أو الشركات الاستشارية للبعث عن فرص استثمارية في دول العالم عندما يتعلق الأمر بالعراق تأتي هذه الشركات الاستشارية تبحث بمجمل أو حزمة من المؤشرات من ضمن هذا المؤشر المؤشر الرفاهية بشكل مباشر نجد أن هناك معطيات سلبية تدفع هذه الشركة بالاستبعاد العراق عن الاستثمار وهذه مشكلة كبيرة طيب لماذا نلاحظ أن هناك تركيز من قبل السلطات في العراق في خططها على مشاريع مراكز التسوق المولات وأيضا المجمعات السكانية سؤال هنا هل تحقق هذه المشاريع نهضة على المستوى الاستثماري والاقتصادي مع غياب المشاريع الاستراتيجية والاستثمارية الكبرى عن التوجهات الحكومية هذه المشاريع أخي الكريم الحقيقة ليست من ضمن الأجندة الحكومية في موضوع تطوير الاستثماري أو تطوير الاقتصادي هذه باختصار مجال كبير لغسيل الأموال ربما تطلقني هذه المسألة في مناسبات سابقة هناك كتلة من الدولار أو كتلة من النقد تأتي لمنظومة تبيض وتهريب الأموال يجب استغلالها في مشاريع ما المشاريع التي تعتبر سريعة التنفيذ هي مشاريع المراكز التسوق وغيرها وما إلى ذلك وبالتالي لا تصب بشكل مباشر في موضوع الاقتصاد المشاريع الاستثمارية مشاريع الاستراتيجية دعم القطاع الخاص القطاع المشاريع الصغيرة والمشاريع الناشية هذه غير موجودة حقيقة لحد الآن داخل من ضمن الأجندة الحكومية يعني هناك دائما هناك إعلان من قبل الحكومة بوجود نية للإصلاح ولكن رغم ذلك العراقيون لا يجدون أي نتائج على أرض الواقع ما هو السبب برأيك؟ نعم يعني بشكل رئيس يحن اليوم إذا نتكلم على مسألة دعم القطاع الخاص دعم الصناعات الاستراتيجية إيجاد بدائل أو منافذ أخرى لدعم الاقتصاد العراقي عدى النفط النفط اليوم رغم الفوائد العائدات التي تأتي لميزانية لكن يعد سلاح ذو حدين هناك اعتمادية عالية للاقتصاد العراقي على النفط وهذه مشكلة كبيرة الصانع القرار السياسي والاقتصادي لا زال مدمنا على العائدات النفطية ولا يحرك ساكنة لتحريك باقي القطاعات ولا سيما القطاع الخاص اليوم إذا نتكلم على الميزانية تجد أن الميزانية تم تخصيص يعني نسبة ضئيلة الحقيقة من قيمة الميزانية لدعم القطاع الخاص هذا يعطيك مؤشر كيف أن صانع القرار السياسي يفكر فقط في موضوع الرواتب وتمشية الحال دون التفكير في دعم القطاع الخاص وإيجاد مصادر أخرى للدخل ومصادر أخرى لدعم الاقتصاد العراقي وبالتالي ليس من السهولة خلال المدى القصير حقيقة أن نجد من الحكومة التغيير في هذه المسألة منهجية واضحة في هذا الموضوع ولكن أشرت هنا إلى نقطة مهمة هو اقتصار الاعتماد الاقتصادي على موضوع النفط كمصدر أساسي ولكن ما خطورة هذا الأمر؟ الخطورة الحقيقة واضحة ربما اليوم نعاني هذه الأيام من الخفاضات كبيرة في أسعار النفط بسبب الإشكاليات الاقتصادية العالمية وانهيارات البنوك كما تعرفون في الولايات المتحدة وغيرها هذا الانخفاض في أسعار النفط ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد أنت تعتمد على مبيعات برميل نفط هذه المبيعات إن كانت بأسعار عالية فأنت في مأمن لكن إن انخفضت أنت اليوم ستكون في ورطة وفي مشكلة كبيرة لأنك صممت ميزانيتك على مصاريف هائلة ومبالغ طائلة الحقيقة لكن مبيعات النفط لا يمكن أن تلبي هذه الحاجات وبالتالي ستدفعك إلى حدوث عجز وبالتالي ربما تتجه إلى الاستدانة وهنا ستظهر مشاكل كبيرة لكن لو لديك بداء الأخرى ستكون هذه البداء الأخرى داعمة لواردات النفط القطاع الخاص الصناعات الاستراتيجية والتحويلية وغيرها نعم مع هذا الاقتصاد ولكن سريعا أستاذ زياد مع هذا الاقتصاد الذي تحكمه الميليشيات والأحزاب أيضا برأيك ما هي النصائح والتوجيهات المطلوب تنفيذها اليوم لإعادة ثقة المستثمرين بالعراق المشكلة حتى اليوم إذا تكلمنا أن رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة لديه نية صادقة ورغبة وقدرة وأدوات الحقيقة على أنفاذ المبادرات التي طرحها في موضوع دعم صندوق التنمية ودعم القطاع الخاص والأعمال الناشئة داخل العراق أعتقد أن هذه ستصدم برغبات وضغوطات الأحزاب الداعمة والجهات المسلحة الداعمة لحكومته هذه الجهات الحقيقة لديها مصالح وهذه المصالح بشكل قاطع تتقاطع مع أي خطوة تحدث فيها تنمية وأصلاح وتطوير للبلد هناك رغبة بالحصول على نسب من أي مشروع وهذا حقيقة دفع الكثير من الشركات لترك العراق والاتجاه إلى دول أخرى شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر خدمة زوم من لندن الخبير والباحث الاقتصادي زياد الهاشمي عياكم الله أهلا وسهلا